موسيقى أمام أخواتها وهذا من يعنى باتفاق الفقهاء قد يقول قائل وفي المذابع عندما يدبحون بالضغطة واحدة والله بزر والله كذا نقول هذا يدخله التسير يدخله التسير لأنه من ضرورة كم يدبح قصة دجاج كم يدبح بيضطر إلى الدبح الآلي ودبح وبسم الله ويكبر ويدبح قال الفقهاء هذا يجوز أن تدبح أمام بعضها لأنها لا ترى بعضها هي تدبح في جحين واحد فهي تدبح ولا ترى أختها تدبح ثم إنه من باب الضرورة أما في حياة اليومية العادية فأين الضرورة لا تدبح شاتا ولا تعذبها فإنه إذا عذبت الحيوان عذبك رب الحيوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر